أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوزرية للسياحة أن مصر تمتلك الفرص الوعدة للنهوض بالسياحة مشيرا إلى الدور الذي توله الحكومة لتوفير الدعم اللازم وتزليل أي عقبات توجه هذا القطاع لمضاعفة أعداد السائحين والوصول إلى ما هو مستهدف خلال الفترة القادمة وخلال الاجتماع وجه مدبولي بالعمل على الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر حاليا من ثروة عقارية حديثة سواء في المدن السياحية أو الجديدة من خلال تحويل هذه الأصول العقارية المتميزة إلى وحدات سياحية وغرف فندقية بما يحقق زيادة عدد الغرف المتاحة ودعم السياحة وأشار مدبولي إلى أن هذا التصور يحقق وعدة فوائد سواء لمالك الوحدات من خلال تأجير وحداتهم والحصول على عائد وكذا للدولة بوجه عام حيث سترغب الكثير من الأسر الأجنبية في قضاء عطلاتها في هذه الوحدات وبالتالي يمكن استغلال معظم تلك الوحدات العقارية إلى جانب استفادة الأنشطة المجاورة شكرا